كن على الدهر معوانا لذي أمل يرجون أداك ما المعوان كفئة العون المعوان هو كفئة العون طبعا التأسيمة اللي هي قلناها في أول البارة خالص وهي أني فيها عائلتين البلاتي هلمينسز والنيماتي هلمينسز فالنيماتي هلمينسز هي اللي بتضم النيماتي هلمينسز عائلة هلمينسز اللي هي النيماتي هلمينسز بتضم عائلة النيماتي هلمينسز النيماتي هلمينسز دي بتكون هي أكتر شكل مقارب لي الدودة اللي احنا عارفينها بتكون سيلندريكل بيكون شكلها استواني فهي بتكون اقرب شكل لشكل الدودة اللي احنا عارفين يعني مثلا الفاشيولة كان شكلها شبه الفراولاية او الجزراية كان شكل الهتروفس مختلف عن شكل كان شكله شبه الجوافة لكن النيماتود هي اقرب شكل لشكل الدود اللي احنا نعرفه فهي most warm like طيب النيماتود احنا هنقسمها على حسب دخلتها للجسم هتتقسم لنوعين النوعين دول هم migratory و on migratory migratory يعني مهاجرة و on migratory يعني المكان اللي هي بتقعد فيه بتقوم تفضل قعدة فيه ما بتتحركش المكان اللي هي قعدة فيه بتفضل قعدة فيه طيب الى دلوقتي احنا اللي هنتكلم عنه من النهاردة هيكونوا بيصيبوا الانتستين فالهي المنتز او النيماتودز اللي هي بتصيب الانتستين هيكون منها النوعين دول الميجراتوري والon migratory الميجراتوري اللي هي تدخل للانتستين وتفضل قعدة فيها وبتدخل للانتستين على طول ما بتقعدش تلفلف في الجسم طيب زي مين؟ زي الاثنين اللي هناخدهم النهاردة وهما الانتروبياس فرميكولاريس والترايكوريس ترايكوريس الانتروبياس فرميكولاريس والترايكوريس ترايكوريس لكن الميجراتوري الميجراتوري بتوع الانتستين في منهم نوعين في نوع بيتحرك من الموث لللونكس للانتستين يعني بيتحرك من البق للرئتين للإنتستين وده نوع زي الأسكارس زي الأسكارس لامبريكويدز ونوع بيتحرك من السكن لللونجز للإنتستين السكن لللونجز للإنتستين من الجلد للرئتين للإنتستين وده زي اللي هي الهوك وورمز الهوك وورمز اللي هما زي الانكايلوستوما والنيكيتور والسترونجيلويتس ودول اللي هنتكلم عنهم في المحاضرات اللي جاية عن النيماتوتس لكن الانميجراتوري اللي هم هناخدهم النهاردة اللي هم الانتروبياس والترايكوريس ترايكوريس طيب اول حاجة عندنا وهي الترايكوريس ترايكوريس الترايكوريس ترايكوريس طيب الترايكوريس ترايكوريس ترايكوريس بيكون شكلها بيكون شكلها زي الصوت عشان كده بنسموها الويب وورم بيكون شكلها شبه الصوت او شبه الكرباجي فعشان كده بنسميها وورلد بنسميها ويب وورم وبيكون بتاعتها بتنتشر في مناطق كتيرة في المناطق اللي هي التروبيكالز الاستوائية اللي عند خط الاستواء وبتهاجم اللارج انتستن بتهاجم مين في اللارج انتستن ممكن بتهاجم السيكم اللي هو المصران الاعور وده هو اكتر حاجة ممكن تحصل وليس كومون اللي بعد كده من الحاجات القليلة اللي ممكن تحصل انها تهاجم الابندكس اللي هي الزائدة الدودية او تهاجم الكولون اللي هي اللارج انتستن نفسها القولون او الانال كنال او الانال كنال طيب يبقى زي ما قلنا بيكون شكلها شبه الصوت بتكون ويب لايك ونتكلم عن الصفات بالتفصيل قدام بعد كده طيب ايه هي دورة الحياة بتاعة الترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريسترايكوريست طيب أول حاجة بتكون الـ Unimperionated eggs الـ Unimperionated eggs اللي بيطلعها التريكيوريس بتكون موجودة في الفيسز بتكون الـ eggs موجودة في الفيسز أو في البراز طيب بعد ما تكون موجودة في الفيسز تقوم تتحرك تنزل في السويل تنزل في التربة توصل بطريقة ما لحد التربة طيب بعد ما توصل للتربة اللي يحصل تقوم تحولها لمرحلة تو سيل ستيج عرف زي الجنين وهو بينقسم الزيجوت وهو شغال بينقسم الـ Unimperionated eggs في الفيسز تبدأ بعد كده تتحول لتو سيل ستيج ان يبقى ان يبقى عبارة عن تو سيلز خليتين وبعد كده تقوم تنمو أكتر فيقوم تبقى حاجة اسمها الـ Advanced Cleavage الـ Advanced Cleavage بتبدأ بعد كده انها تنقسم أكتر وأكتر وتنمو أكتر وأكتر بعد كده بتقوم تتحول لـ Emperionated eggs بتقوم تتحول لـ Emperionated eggs طيب الـ Emperionated eggs دي بقى هاكلها الإنسان هاكلها الإنسان عن طريق انه هو انجشن انه هو عن طريق حاجة كلها من التربة لان هي زي ما قلناها بتصيب التربة بتكون في الأغلب موجودة في التربة طيب الـ Emperionated eggs دي بعد كده لما الإنسان يبتلعها يحصل ايه؟ تقوم عامل هاتشنج في Small Intestine يحصل هاتشنج تفقس وتطلع الـ Rapidity Form Larva الـ Rapidity Form Larva طيب بعد ما تطلع الـ Rapidity Form Larva الـ Rapidity Form Larva دي يحصل لها ايه؟ تنمو وتتحول لأدلت في السيكم وبعد كده تبقى خلاص بقت أدلت ونامت جنسيا تقوم منزلة الـ X تاني وتبدأ تتكرر الدورة من جديد طيب تاني دودة معانا وهي الـ Anthropious Vermicularis الـ Anthropious Vermicularis الـ Anthropious Vermicularis دي برضو بتصيب الـ Intestine بتصيب الـ Large Intestine وبرضو هتكون موجودة في السيكم والـ Appendix والـ Adjacent Portion of Ascending Cologne يعني لو قادي دي الـ Large Intestine فهي الأماكن اللي هتصيبها اللي هي السيكم المصران الأعور والـ Appendix اللي هي الزايدة الدودية وكمان هتصيب Adjacent Portion of Ascending Cologne يعني هتصيب حتة مجاورة للـ Ascending Cologne الـ Ascending Cologne طيب الـ Anthropious Vermicularis بتكون بتصيب أكتر حاجة الـ Children أكتر حاجة الـ Children وهنعرف الكلام ده بالتفصيل قدام طيب هي بتنزل الـ Ex بتاعتها فين؟ بتنزل الـ Ex في الـ Perianal Canal بتنزلها نحية الـ Anus بتنزل الـ Ex بتاعتها تلتصق عن طريق الـ Biominus Layer في الـ Anus طيب بعد ما تلتصق في الـ Anus تفضل ممكن تفضل قعدة أو ممكن عن طريق الـ Scratching إن شخص بيهرش بيعمل Scratching في منطقة الـ Perianal Canal يقوم واخد الـ Ex وتفضل الـ Ex موجودة ما بين ضوافره وبعد كده يبدأ يعمل Auto Infection تاني أو ينقلها الحد تاني عن طريق الأكل فتقوم تدخل تعمله عدوة تاني فهي عشان كده بتكون في الأطفال أكتر بتكون في الأطفال أكتر لأن الأطفال ما بيكونش مهتمين بالنظافة أو ما بيكونش مهتمين بالوعي الصحي اللي هو فعشان كده ممكن يصيبوا نفسهم ويعملوا Auto Infection لنفسهم تاني أو عن طريق إن هم بيأكلوا أكل ملوث أو أكل مش كويس طيب ممكن كمان يحصل Retro Infection Retro Infection ده إن هو الإجز وهي موجودة في البرينال كنال تقوم تفقس وتقوم طلعة تاني على Large Intestine وتقوم تنمو Adult وتقوم منزلة الإجز بتاعتها في البرينال كنال تاني وممكن يحصل Retro Infection تاني وهكذا طيب Life Cycle بتاعت الانتروبياس فرميكولاريس بتكون إزاي أول حاجة إن Life Cycle بتاعت الإنتروبياس بتكون الإجز في ال Definitive Host اللي هو الإنسان بتكون موجودة في البرينال فولدس اللي هي الثانيات اللي عند الإينوس بعد كده الإجز دي ممكن إنها زي ما قلنا تنزل في ال Scratches تنزل مع ال Scratches أو إني الفيميل نفسها وهي في المرحلة Gravity Segment تقوم تتزحلق ما تسبتش نفسها كويس وتنزل في الفيسز وبعد كده يحصل لها ربشر وتطلع الإجز في الفيسز لكن غير كده أنا بيكون نادرا جدا إني أشوف الإجز في الفيسز لإنها بتفضل منتصقة على البرينال كنال وأنا لو محتاج بعد كده إني أعمل Diagnosis إن أنا أكشف على الشخص ده أه لازم أخذ مسحة من الإجز دي عشان أتأكد لازم أخذ مسحة لإنها مش هتنزل في الفيسز طيب الإجز بتقوم بعد ما تنزل ويحصل لها Emperionation تبقى Emperionated X تقوم الإنسان تبقى هي Un-Empionated X تبقى هي موجودة Un-Empionated X وبعد كده تتحول ل-Empionated X بعد ما تتحول ل-Empionated X يحصل لها ابتلاع تاني يحصل لها Ingestion بعد كده تقوم اللارفة طلعة أو اليرقة طلعة وتقوم داخلها يحصل لها Hatching وتطلع اللارفة في Small Intestine يبقى الإجز بتدخل جوه الجسم ويحصل لها Hatching تفقس وتطلع اللارفة في Small Intestine بعد كده يقوم الأدلت رايحين عند السيكم الأدلت رايحين عند السيكم وبعد كده يقوموا منزلين الإجز تاني في الperianal canal طيب كده احنا اتكلمنا باختصار عن المحاضرة بتاعة النيماتودز نبدأ بقى نتكلم في التفصيل وناخد كل حاجة واحدة واحدة طيب النيماتودز اول حاجة مهمة بالنسبة لنا ان هي زي ما قولنا Most warm like هي اكتر حاجة شبه الدودة بتكون elongated عاملة استطالة وبيكون شكلها cylindrical زي الاستوانة بتكون استوانية وunsegmented مش زي السيستود لا هي دي unsegmented حتة واحدة انما السيستود كنا بنشوفها كذا حتة وبيكون عندها tapering end يعني نهايات حدة يعني بيكون شكلها شبه كده شبه الخلايا المخزلية هيكون شكلها لها tapering end يعني نهايات حدة وطبعا هي thread like ان هي زي زي الدبوس او زي الثريد وبتكون زي ما قولنا هي most warm like طيب general characteristics بتاعتها الصفات العامة ان هي cylindrical او فيلاري فورم بيكون شكلها استواني وبتكون bilaterally symmetrical bilaterally symmetrical يعني بيكون النحيتين بتوعها شبه بعض لو لقيت هنا يوترس هلقى هنا يوترس لو لقيت هنا اوفري هلقى هنا اوفري هنا تستس هنا تستس فهتكون النحيتين بتوعها شبه بعض بيكونوا symmetrical طيب هي بتتراوح جدا في الحجب ممكن ما بين ملي متر لحد متر ملي متر زي strongyloids او لحد متر زي draconculus medinensis draconculus medinensis لكن السستود بيكون طولها زي ما قولنا امطار بتوصل لحد عشرة متر لكن دي اخرها هتوصل لمتر اللي هي draconculus medinensis الميل بيكون smaller than female بيكون عامة الميل اصغر من الفيميل والposterior end بتاعته بتكون curved او coiled ventrally curved او coiled ventrally يعني لو ده بيكون شبه الدودة يقوم ييجي عند الناحية الفنترال وتقوم تلقاه عمل coiling عمل انه تتكور على بعضه كده وبيكون عليه طبقة من الكيوتيكل ممكن تكون smooth او مخططة striated او boost او spiny عليها اشواك الميدل لير بتاعتها بيكون اسمها hypodermis والانر لير بيكون اسمها somatic muscular layer يبقى كيوتيكل وhypodermis و somatic muscular layer بيكون ليها body cavity بيكون ليها body cavity لان هي زي الاستوانة وبيكون فيها body cavity من جوه مش زي الplatihelmenis كانت بتبقى مسطحة وكان بيبقى ظهرها لازف بطنها لا دي هي مجسمة وفيها body cavity الdigestive system بتاعها بيكون complete الdigestive system كامل فيه mouse وفيه oesophagus وفيه rectum وفيه انس انما التريماتود كان عندها GIT لكنه ما كانش كامل كان بيجي عند الانس ويتقفل كان يبقى عنده blind end ما عندهوش انس لكن السستود دي رياحة دماغها وما كانش فيها digestive system خالص كانت بتاخد الغذاء بتاعها عن طريق الactive transport يبقى التريماتود فيها incomplete GIT السستود ما فيها GIT خالص النيماتود فيها complete GIT طيب بيكون في الميل الdigestive system بيكون متحد مع الريبرودكتف سيستم يعني ايه بيكون الريكتم بتاع الميل الريكتم بتاع الميل والاجيكليتردوكت بيتحدو ويفتحو فتحة واحدة اللي هي فتحة الكلواكا الكلواكا دي اللي هي بتكون الفتحة اللي في نهاية الانس يبقى بيفتحو في الكلواكا الريكتم والاجيكليتردوكت في الميل يقوموا يفتحوا مع بعض في الكلواكا طيب الفيميل الفيميل في النيماتودز بيكون لها تلات أنواع تلات أنواع أول نوع وهو الأوفي بيروس يعني هي بتطلع إجز البيض ده ممكن يكون حتة واحدة وممكن يكون سيجمينتد كذا حتة الأنسيجمينتد زي الأسكاريس والترايكيوريس ترايكيوريس لكن السيجمينتد زي الأنكايلوستوما والنيكيتور اللي هما الهوك هلمينتز اللي هي الددان الخطفية أو ممكن أنها تنزل إجز الإجز دي يكون جواها لارفا يرقة لكن اللارفا دي ما بتكونش ناضجة زي الانتروبياس بتكون اللارفاي اللي جوا الإجز دي بتكون بتكون محتاجة فترة أن يحصل لها ماتيوريش هنيبقى الأوفي بيروس في منها أنسيجمينتد وفي منها سيجمينتد الإجز بتكون أنسيجمينتد أو سيجمينتد الأنسيجمينتد زي الأسكاريس والترايكيوريس والسيجمينتد زي الانكايلوستوما والنيكيتور او ممكن انها تطلع الاجس دي فيها لارفا زي الانتروبياس طيب ممكن تاني حاجة تكون في في بيراس في في يعني لارفا او يرقة فالفي في بيراس دي بتطلع يرقات جهزة لكن دي كان في منها نوع اللي هي الانتروبياس كان بيطلع اج والاج ده بيكون جواه لارفا واللارفا دي ما بتكونش لسه حصل لها متوريشن بتكونش لسه نضجت بالشكل الكافي لكن ال vivo parus دي بتطلع لرفع على طول بتطلع يعقى على طول وبتكون يعقى نطتجة زي يعقى خطة وآه الوتش ريريا والبرجيريا والبرجيا والدرانكون كولوس والبروجيا والدرانكون كولوس طيب اخر حاجة وهي الاوفو في في بيراس الاوفو في في بيراس يعني هي مزيج ما بين الاكز واللارفة هي laying eggs لكن الاكز دي جواها fully formed larva زي الاسترونجلويد خلي بالك ما اطلخ بطش ما بين الاوفو في في بيراس وما بين الاوفو في بيراس اللي هي بيكون فيها لارفة لان اللارفة بتاعت الاوفو في بيراس بتكون immature لسه ما نضجتش زي الانتروبياس لكن بتاعت الاوفو في في بيراس بتكون fully formed fully formed larva وبعد كده تحصلها hatching انها تفقس زي الاسترونجلويد fully formed larva لكن التانية كانت بتكون اللارفة لسه ما نضجتش لكن دي الاكز بيكون جواها اللارفة كاملة يبقى اوفو في بيراس بتطلع اكز في في بيراس بتطلع لارفة او ررقات واوفو في في بيراس بتطلع اكز فيها fully formed لارفة طيب النيماتودز عندهم simple excretory and nervous system مش معقد excretory system and nervous system بسيط sixes are separate separate مش هرمافرودايت التريماتودز كانوا كلهم هرمافرودايت معدى الشيستوزومة كان في منها ميل وفي ميل السيستود كلهم هرمافرودايت النيماتود مش هرمافرودايت السيكسز are separate الميل لوحده والفي ميل لوحده الميل الريبرودكتف سيستم بتاعه بيكون متكون من ديليكت تيوبيول عبارة عن انبوبة او تيوبيول ضعيفة بعد كده التيوبيول دي يبدأ يحصل لها differentiation تبدأ تتميز لباقي الاعضاء اللي هي التستيس والفاس ديفرانس والسيمينال فيزيكل والإيجاكولاتري داكت وبعد كده كلهم يبدأوا يفتحوا في الكلوكا يفتحوا في الكلوكا الإيجاكولاتري داكت اللي هي بتفتح مع الديجيستف سيستم في الكلوكا يبقى التيوبيول ديفرانشيتد لتستيس وفاس ديفرانس وسمينال فيزيكل والإيجاكولاتري داكت الإيجاكولاتري داكت دي بعد كده تبدأ تفتح في الكلوك وفي الميل وفي الفيميل بتكون فيها ovary و ovduct و seminal receptacle و uterus و vagina ovary و ovduct و seminal receptacle و uterus و vagina لكن الميل بيكون فيه testis و fast difference و seminal physical و ejaculatory duct طيب اللايف سيكل بتاعت اني ماتودز عمتا بيكون فيها المان هو optimum host for all nematode يعني المان بيكون هو definitive host و بيكون افضل definitive host موجود في ال nematode بيعودوا في حياتهم كلهم ومعظمهم ما بيحتاجش intermediate host ما بيحتاجش intermediate host انه هو يقدر يكمل حياته بال definitive host تاني معايا ده عائلتين اسموه اللي هما الفلاريا والدرانكونكولوس الفلاريا والدرانكونكولوس دول بيكونوا محتاجين to host definitive و intermediate بيكونوا محتاجين to host لكن باقي ال nematodes بيكونوا عايزين host واحد وهو المان كل اولا اальный abile المان يعني معظم ال nematodes بيكون بي محتاجة ال الانتروبيوس والترنتÖ يمكن أن أرفض بريق fordi اللي هي موجودة في الانترميدي توسط اني زي ما قلنا ممكن يكون فيه انترميدي توسط ممكن يكون سايكلوبس وبعد كده انا شربت مية فيها السايكلوبس دي فيقوم انا كده اكلت اللارفة عملت انجيشن للارفة زي الدرانكونคولوس او ممكن الانسيستر consistently اللارفة اللي هي اللارفة المتحاطة بسيست او بكيس وبتكون موجودة فيه المسلز فيه العضلات زي الترايكنليا الترايكنليا الترايكينيلا سبيراليس دي اللي هي ممكن بتصيب البيج وبعد كده يكون الانسيست اللارفا بتاعتها في المصل بتاعه وبعد كده الشخص أكل لحم خنزير بيج أكل بورك ميت وبعد كده اتصاب بالترايكينيلا سبيراليس دي أو ممكن عن طريق بنتريشن أوف سكين اختراق السكين زي الشستوزومة اللي كانت فيه التريماتود زي الأنكايلوستومة والنيكيتور والسترونجيلويتس اللي هم الهوك وونوس أو عن طريق البلود ساكينج انسيكت اللي هي زي النموس النموس اللي هو بيمص الدماء زي الفيلاريا زي الفيلاريا أو ممكن عن طريق الانهاليشن أوف داست كونتينينج ايجز اننا اعمل استنشاق لطراب كان محتوي على الايجز بتاع البرازايد ده زي الأسكاريس والانتروبياس طيب الكلاسيكيشن بتاع النيماتودز ممكن يكون على حسب الكودة الكيموريسبتورز دي بيكون اسمها الفازميد الفازميد دي هي الكيموريسبتورز فبتنقسم النماتودز على حسب وجود الفازميدز دي لآ فازميitta وفازميدا فازميدا دول يعني فيهم الفازميدز الكودte الكيموريسبتورز دول وآ فازميدا يعني مفهومش الفازميدز دول الطيب التأسيمة التانية على حسب الهابتات على حسب المكان اللي بيتواجد فيه النيماتود الهابيتاد ممكن يتواجد في كذا حتى ممكن يتواجد فيه الانتستين وممكن يكون موجود في باقي الجسم ممكن يكون في الانتستين ممكن يكون يا إما في السمول انتستين يا إما في اللارج انتستين طيب في السمول انتستين زي مين زي الاسكاريس لمبريكويتس أو الانكايلوستوما ديودينل أو النيكاتور أمريكانوس أو السترونجيلويدس تيركولاريس او الترايكينيلا سبيراليس او الكابيلرا فليبينيزيس فدول اللي بيصيبوا وبإذن الله دول هنتكلم عنهم بالتفصيل قدام فانت كده كده هتحفظهم بس قدام انت بس رهم راية وقدام هتعرفهم بالتفصيل وهتحفظهم طيب اللي بيصيبوا اللرجي انتستين ودول اللي احنا هناخدهم النهاردة الترايكيوريس ترايكيورا والانتروبياس فرميكيولاريس الترايكيوريس ترايكيورا أو الانتروبياس فرميكيولاريس بتكون الترايكيوريس ويب وورم يعني شبه الصوت شبه الكرباج أو الانتروبياس فرميكيولاريس بتكون ثريد أو بين وورم يعني بتكون شبه الدبوس بنسميها الديدان الدبوسية لكن الترايكيوريس بنسميها الديدان السوطية طيب ممكن كمان انها تصيب بقى الجسم تبقى سوماتيك نيماتوتز السوماتيك نيماتوتز دي ممكن تصيب كذا حتى في الجسم ممكن تصيب الليمفاتيكس أو السكن أو الميزنتري أو الكونجونكتيفة الليمفاتيكس اللي هي تصيب الأوعية الليمفوية زي الوتشريريا بنكروفتي والبروجيا ملاي والبروجيا تايموري فدول اللي بيصيبوا الليمفاتيكس طيب واللي بيصيبوا السكن أو الصب كوتينيا ستيشو اللي بيصيبوا الجلد في اللوغة جوا والأنكوسيركاس فوليفولوس والدرانكونكولوس مدينيزيس أو الجونيا وورم طيب واللي بيصيب المزينتري اللي هي المصريقة اللي موجودة في الانتستين زي المانسونيلا أزاردي والمنسونيلا تيرستانس واللي بيصيب الكونجونكتيفة الكونجونكتيفة اللي هي حاجة اسمها الملتحمة اللي هي بتكون قدام العين بتكون عند العين زي حاجة اسمها اللوة اول حاجة فيه النماتوتس واللي هناخدها النهاردة وهي الترايكيوريس ترايكيورا الترايكيوريس ترايكيورا دي كما نسمينها هير لايك تيل يعني الذيل بتاعها بيكون شبه الشعر لكن الاسم ده not quite correct مش مظبوط قوي لاني بيكون الانتيريور بارت بتاع الترايكيوريس هو الرفيع والجزء البوستيريور هو الثك التخيم بيكون الانتيريور وورم هو اللي هير لايك مش التيل هو اللي هير لايك عشان الاسم ده not quite correct فبعد كده صلحوا الاسم وخلوه ترايكو كيفليس ترايكيوريس 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 ترايك اليوجن بتاعها تكون يورل دوائد يعني بتنتشر في كل انحاء العالم وبتكون موجودة في المناطق الطروبيكلز اللي هي قريبة من خط الاستواق يعني لو دي مسلاً خريط complaining مأي محور كما تبع second موسيقى فهي بتكون في الحتة القريبة من خط الاستواء في الحتة الطروبيكلز الاستويائية طيب الهابتاد بتعيش فين زي ما قلنا بتعيش في اللرجي انتستين طيب فين في اللرجي انتستين ممكن في السيكم وممكن في الابينديكس وممكن في الكولون وممكن في الانتكنال السيكم اللي هو المصران الاعور ده اللي بيكون اكتر مكان كومون ده اللي هي الحاجة اللي هي هترتبط بها احتمالية انها ترتبط بها بتكون اكتر حاجة لكن لس كومون اللي بعد كده ممكن ترتبط بحاجات تانية لكن الموضوع ده بيكون لس كومون مش زي السيكم ممكن تكون ترتبط بإيه بالأبينديكس الزائدة الدودية أو الكولون القولون اللرج انتستن نفسها أو الانال كناد طيب الأدلت ورم بيكون زي ما قولنا بتكون الأنتيريور بارت بتاعها ثن والبستيريور بارت بيكون ثيك فالانتيريور بارت بيكون تلت خماس الدودة تلت خماس الدودة وبيكون رفيع زي الثريد ثريد لايك والاثنين على خمسة الباقيين الخمسين الباقيين بيكون ثيك اند فلشي يعني بيكون تخين وفلشي في لحمة وبيبان في الآخر زي الهندل اوف او اب يعني الحتة التخينة دي بتكون زي الايد بتاعت الصوت اللي انت بتمسك منها الصوت والحتة الرفياء اللي هي التات تخمس الباقيين بتكون زي باقي الكرباك الميل الذكر بتاع الترايكيوريس بيكون من تاتين لخمسة واربعين ملي متر يعني من تاتة الاربعة سنتي والفيميل بتكون اكبر بشوية بتكون من اربعين لخمسين ملي متر يعني من اربعة لخمسة سنتي فعني زي ما قلنا بيكون الميل جنرالي سمولر ثان في ميل طيب والـ اللي سبيجاس بتاع الجنرالي سمولر او كابلاري سلمرτο كابلاري سليلالر او كابلاري والبستيريور انت بتاع الميل دي الحاجة اللي انا اضرى فرق بين الميل والفيميل مع بعض بتاع الميل بيكون كويلد فنترلي لكن بتاع الفيميل بيكون ستريت يعني ايه يعني مسلا قدي قديت دودة اهي وبعد كده جيت للاحية البستيريو يوم عند الميل تبقى كويلد لفة على بعضها كده لكن عند الفيميل تبقى ماشية وتبقى مكملة ستريت على طول تكون ستريت لكن في الميل بتكون كويلد ملفوفة على بعض طيب الاج بتكون لونها براون بيكون لونها بني وعندها ثيك شيل بيكون تريبل شيل متكون من ثلاث طبقات بيكون ثيك سميك وبيكون والبيضة بتكون بارل شيبت بارل شيبت يعني بتكون شبه الصونية او شبه البرميل او زي ما انت شايف كده شبه البرميل ادي الاج بتاعته بتكون بارل شيبت اه وبيكون اه اه حجمها من خمسين ميكرو متر لخمسة وعشرين ميكرو متر ده بتكون خمسة وعشرين ميكرو متر في خمسين ميكرو متر يعني طولها خمسين وعرضها خمسة وعشرين ميكرو متر وبتكون colorless والوفا بتاعتها بتكون unsegmented أو immature immature يعني لسه ما ضجتش محتاجة فترة maturation طيب الage اول ما تسمع كلمة اج لازم تعرف عنها تلات حاجات لازم تعرف عنها خمس حاجات ثلاثة اس واثنين سي ثلاثة اس size shape shell اثنين سي color content طيب الصيز خمسين في خمسة وعشرين الشيب barrel shaped الشيل triple thick shell طيب تمام triple thick shell طيب الcolor colorless الcontent immature غير ناضج life cycle زي ما قلنا ما بتحتاجش intermediate host ما بتحتاجش intermediate host هو الانسان definitive host وبعد كده تطلع وتدخل الانسان تاني مش محتاجة عائل وسيط في النص no intermediate host is required الinfective form او الطور المعضي بيكون الimperionated eggs اللي جواها الrabited form larva الrabited form larva بيحصل لها development و maturation من 3 اسابيع ل 4 اسابيع وفي درجات الحرارة القليلة ممكن ان الdevelopment ده يوصل لحد 3 شهور او اكتر يعني في الظروف اللي هي مش ملائمة لنمو الlarvee طيب تعال نتكلم عن life cycle بتاعة التريكوريس اول حاجة بتكون موجودة في large intestine ستنسى في السيكم او في الابندكس او في الانال كنال بعد كده تقوم نازلة الان امبرونيتد ايجز نازلة الان امبرونيتد ايجز في الفيسيز في البراز وتكون بتحب السويل تعود على التربة توصل لحد التربة في مكان وتبدأ تعمل نموها وتكمل نموها على التربة طيب بعد كده تقوم تحولها للتوسل ان يبقى فيها خليتين تنقسم الخلايا اللي جواها بيبقى فيها خليتين بعد كده advanced cleavage عارف دي مرحلة ايه زي مرحلة التوتية اللي هي بتكون موجودة في الامبريو ان يكون بقى في عدد كبير من الخلايا جوا الزيج تحول تحول لتوتية طيب اهو advanced cleavage ده بيكون حاجة شبه كده بس موجود في ال strike يوريس بعد كده يبدأ يحصل differentiation اكتر وتتحول ل emperionated اكس طبعا كل ده وهي لسه موجودة في السويل لسه موجودة في الطربة طيب بعد كده مثلا هي هتقعد على نبات او حاجة فيقوم الانسان يبتلع النبات ده يأكل النبات ده او مثلا تكون ايدي سويلد ممكن مثلا ان هو يوسخ ايدي بالرملة وبعد كده ما يغسلهاش كويس وبعد كده يأكل فتقوم تنتقله ال emperionated اكس بتاعت الطريكيورس طيب الشيل زي ما قلنا بتكون triple thick شيلد يعني بيكون حواليها طبقة سميكة فلما بتنزل تيجي عند المعدة الشيلد بيكون resistant لل hcl اللي في الستمج بيكون resistant للحمد فهي لما تنزل جوه المعدة hcl مش هيقدر يكسرها فتقوم مكملة ووصلة لحد ال intestine توصل لل small intestine تقوم ال embryonated اكس يحصل لها hatching ويطلع منها اللارفا او الارقة يطلع منها اللارفا طيب بعد كده تقوم رايحة على اللارج intestine ويحصل fertilization ما بين الميل والفيميل في السيكم الميل والفيميل في السيكم يحصل بينهم fertilization ودي الميل اهو لو تاخد بالك بيكون posterior end بتاعته coiled لكن هنا straight مكملة على طول مش متنية فالأدلت في السيكم يحصل ما بينهم fertilization ويقوموا منزلين ال un-embryonated eggs في الفيسز ونكمل الدورة تاني طيب المود of transmission ازاي انا اقدر يحصل لي العدوى دي ازاي ما قلنا انه هو اخد ابتلع ال ابتلع ال eggs سواء في الفود او في الوطر سواء في الاكل او في الشرب او 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 تروح للسيكم تروح للسيكم في حوالي شهرين لتلاتة وبعد كانت تتحول لماتيور adults بعد ما تتحول لماتيور adults ال graft adult بتاع الفيميل يقوم ينزل البيض وينزل في الفيسز ينزل ال egg وزي ما قلنا ال life cycle كلها can be passed in one host ان هي ال host definitive host تنزلها وقام موديها تاني لكن ممكن يحصل accidental اني ما يكون ال الانسان هو definitive host بتاعها هو الانسان هو only natural host اللي بيحصل بشكل طبيعي والشكل اللي هو المفروض يحصل لكن كمان هي ممكن تصيب ال pig الخنزير او المونكي الارود ممكن تصيب ال pig او المونكي لكن الاساس هو انها بتصيب الانسان طيب وال diagnostic stage ال diagnostic stage طبعا اللي هي ال eggs اللي في الفيسز بتقعد بتبدأ تظهر في الفيسز بعد حوالي 3 شهر بعد ال infection يعني انت بدأ حصلك infection الانت الانت روبيس دي بتتسمى ال pin worm الدودة الدبوسية بيكون شكلها شبه الدبوس ممكن كمان اسميها seed worm يعني دودة المقعدة لانها بتصيب ال انس بتصيب ال المقعدة ممكن كمان اسميها thread worm انها برضو زي الدبوس distribution worldwide موجودة في كل انحاء العالم وموجودة هنا برضو لكنها بتكون specially affects children بتكون موجودة اكتر في ال children زي ال hymenolipus nana يبقى كده اتنين احنا عرفناهم specially affects children ال hymenolipus nana وال entrobius vermicularis وال hymenolipus nana طيب بتعيش فين بتعيش زي trichurus trichura بتعيش في large intestine في sechum وال appendix و adjacent port of ascending colon يعني ادي ascending colon هي تعيش في حتة adjacent مجورة لل ascending colon وممكن برضو في sechum والappendix اللي هي ازاي ده الدودية طيب الادلت worm الميل بتكون من 2 ل5 مليمتر يعني حوالي نص صنط وبرضو بتكون عند posterior end curved ventrally برضو بتيجي من عند posterior end وتبقى coiled و curved و الفيميل بتكون اكبر بتكون من 8 ل 13 مليمتر و عرضها بيكون من 3 من 10 ل 5 من 10 مليمتر و و ث 3 بتاعها التلت الاخير بتاعها بيكون thin pointed أو pin like tail يعني بيجي في posterior الاخير ويبقى عامل زي الابرة او زي الدبوس الادلت الادلت وورم عامل سواء male او female بتكون short white fusiform يعني لها شكل مخزلي pointed ends يعني نهايات حدة pointed end زي ما انت شايف و عندها three wing like circular expansions بنسميها cervic ali يعني هي بيكون من عند الموث بتاعها عند الموث بتاعها بيكون طالع منها three wing like circular expansions يعني بتكون زوائد أو نتوءات بتكون circular مدورة وعملة شبه ال اجنحة فبتكون three wing like circular expansions بنسميها cervical ali cervical ali ال oesophagus double bulbed double bulbed يعني شبه ال ambuba ال oesophagus double bulbed لكن هناك كان في tricurus كان cellular أو capillary oesophagus كان capillary أو cellular oesophagus لكن هنا double bulbed طيب ال اج ال اج بيكون شكلها plano convex plano convex يعني شبه المنقلة يعني لها جزء plan مستقيم ولها جزء محدب اهو بيكون شبه المنقلة plano convex ادي الجزء plan ودي الجزء convex ادي الجزء convex بيكون ال اج عليها شل عليها غشاء الاوتر شل بيكون او الغشاء الخارجي بتاعها بيكون طبقة من البيومنس layer البيومنس layer دي بتخلي ال اجز قادرة على انها تأتاتش وتستيك تلزق في ال 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 ممكن كمان تلزق على الهدوم وبعض الحاجات التانية يعني مثلا شخص شخص عنده ال انتروبياس دي وبعد معامل حمام مغسلش ايده كويس وبعد كده امسك اكرة تقوم الاكز الاكز وتقوم لزقة على اكرة الباب دي اجي بعد كده حد يفتح الاكرة وياكل يقوم يصاب بال الاكز دي فهي استيكي استيكي بتلزق على الابجيكتز وعلى الكلوزنج بسبب الالبيوميوس لير وكمان بتلزق في البر الكنال بسبب برضو الالبيوميوس لير الاكز فيها تادبول شيب كويلد امبريو بيكون تكون بالكامل بيكون تكون واصبح ماتيور لكنه بقيله خطوة واحدة من ال ان هو يقدر يعمل انفكشن الا من بعد ست ساعات من وجوده على الجل يعني الاج اللارفة اللي بتكون موجود جواها بتكون فولي فورن متكونة خلاص تكونت بشكل كامل لكنها لسه ما تقدر تعمل انفكشن الا بعد ست ساعات من وجودها على الجل يعني هي تقعد على جلدك ست ساعات وبعد كده تبدأ تعمل لك الواحدة بتحط من 5000 ل 17000 بيضة فده طبعا عدد مهول من 5000 ل 17000 بيضة اللايف سايكل بتاعة الانتروبياس فيرميكولاريس اني بيكون ادي الاجز في البرين الفولز اللي هي الثانيات اللي عند الانس تفضل لزقه هناك ويحصل لها من 4 ل 6 ساعات يحصل لها من 4 ل 6 ساعات بعد كده عن طريق الهرش في منطقة الانس تقوم تطلع برا الجسم تبقى تطلع برا الجسم ويحصل لها وتبقى بعد كده تدخل عن طريق جوه الانسان تاني تنزل بعد كده في ويبدأ يحصل لها تطلع اللارفا يحصل لها وتطلع اللارفا وبعد كده تلقى ال ال في السيكم الميل والفيميل ويحصل ما بينهم ويقوم ويقوم منزلين ال في ال 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 بتاع الفيميل يروح يعمل ميجريشن يعمل ميجريشن يهاجر لل ال 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 ودي دي الفيميل زي ما قلنا بيكون ال بتاعها بيكون عامل شبه الابرة بيكون مثنن وبيكون ستريت لكن في الميل بيكون طيب ال انفكتف فورم بتاع ال بتاع الانتروبياس هو ال هي اللي لما اتعمل لها انجيشن هتصيبك طيب المودسوف انفكشن اللي هي طرق العدوى ازاي انا يحصل لعدوى اول حاجة عن طريق ال انجيشن عن طريق ال انجيشن يعني ايه انني انا اكل ال اكس دي اكل ال اكس انفكشن يعني ان وده بيكون في الاطفال اكتر لانه هم ما عندهم مش مهتمين بالرعاية الصحية بالشكل اللي هو فهم مسلا عملوا سكراتشنج لمنطقة الانس ومغسلوش ايديهم بعدها بعد كده اموا كالوا فاموا حصلوهم ال انفكشن فيبقى دي اسمها كنتامينيتد فينجرز يعني الاصابع هي الملوسة وهي اللي فيها ال وكمان ممكن عن طريق الانهاليشن عن طريق الاستنشاق ازاي عن طريق الاستنشاق اني طفل كان نايم على سريره وعنده الانتروبياس دي وقام عمل سكراتشنج وطلعت ال على الفرشة بتاعته بعد كده قامت جيت الام خدت الفرشة دي وقامت منفضها في البلكونة يقوم طالع منها الدست التراب والدست ده يكون مصاحب للإجز بتاعت الانتروبياس يقوم واحد معد في الشارع عمل لها انهاليشن استنشاق ويبتلعها تقوم نزلة الإجز وتسبب له عدوى الانتروبياس طيب بيكون تاخد من أسبوعين لحد شهرين من ساعة ما الإجز يحصل لها انجيشن لحد لما الجرافت في ميل تتكون وتكون قادرة على انها تحط الإجز يعني الفترة اللي هي بتكون فترة الاحتضان لحد ما يبدأ يظهر على الشخص الأعراض العدوى يعني أول حاجة الإجز يحصل لها انجيشن تتبلع بعد كها تقعد من أسبوعين لحد شهرين لحد أما الجرافت في ميل تتكون وتحط الإجز بتاعتها في منطقة الانس طيب لو الورمان دي أصابت في ميل أصابت ممكن تصيب حتة تانية في جسمها غير الإينس ممكن تصيب الفالفا وممكن تصيب الفاجين واليوترس والفالوبيان تيوب الفالفا والفاجين واليوترس والفالوبيان تيوب وبعض الأوقات ممكن تصل لحد البريطونيوم اللي هو التجويف البريطوني اللي عند البطن يبقى لو هي أصابت في ميل ممكن تصيب فيها الفالفا أو والفاجينا واليوترس والفالوبيان تيوبز والبريتونيوم الميل السل ضمسين يعني نادرا ما بيرى ليه نادرا ما بيرى لانه هو ما بيعملش ميجريشن زي الفيميل هو بيعمل الميتنج بيعمل الفيرتلايزيشن مع الفيميل وبعد كده بيموت وبعد كده باسد ان فيسز بعد ما يموت يقوم ينزل مع الفيسز مع البراز يبقى الميل بيموت بعد ما بيحصل الفيرتلايزيشن لكن الفيميل بعد ما توصل لحد الانس تقوم وتتحول لجرافت في ميل يعني بعد ما تحط البيض بتاعها يا اما تموت لوحدها يا اما جيت سكراشت تتكسر عن طريق ان الهوست بيعمل سكراتشنج حكة في المنطقة بتاعة الانس تقوم وهو بيعمل سكراتشنج تقوم الفيميل دي تتكسر الفيميل تتكسر وكمان بعد ما وممكن كمان ان هي تتشاف في الفيسز تتشاف في البراز ان هي ما عرفتش تثبت نفسها كويس في منطقة البرينال اريا فقامت نزلة في الفيسز والاكز انفريكوينتلي فوند ان فيسز يعني نادرا برضو ما ترى في الفيسز لان هي بتلتسق في البرينال اريا ما بتنزلش مع الفيسز لكن لو الجرافت في ميل قبل ما تحط الاجز راحت معرفتش تثبت نفسها في البرينال اريا ورقامت نزلة مع الفيسز هتقوم عاملة لينج للاجز في الفيسز فتبدأ تظهر الاجز في الفيسز وتشوف الاجز لكن في الطبيعي الاجز مش بتنزل في الفيسز بتفضل منتصقة في البرينال اريا الجرافت في ميل لما الشخص يعمل يحك او يهرش في منطقة البرينال اريا دي يبقى الاجز بتاعت الانتروبياس فيرميكيولاريس بقت موجودة على الفينجرز على صابعه بقت موجودة تحت ضغافره وتقدي بعد كده يا اما اوتو انفكشن ان الشخص عمل اكله وكله فهو صاب بالاجز يا اما ينقل العدوى دي لشخص تاني من طريق ان هو يعمل له اكله والشخص التاني ده يأكل الاكل ده فيصاب به الانتروبياس فيرميكيولاريس وكمان زي ما قلنا الاجز بتكون ستيكي بتلتسق فممكن شخص بعد ما عمل سكرتشنج ليه الانس وقام خد وقام ما مغسلش ايده كويس فقام راح وقام مسك مسك اكرة باب بعد كده الاكرة دي جي شخص تاني مسكها من بعده وبعد كده امكل فلما ياكل يقوم يصاب بالاجز يعمل انجيشن للاجز ويصاب بالانتروبياس طيب والاوتو انفكشن الاوتو انفكشن زي ما قلنا بيكون لانهما بيكونش عندهم رعاية الصحية الكافية فبيكون لما بيعملوا سكرتشنج وتفضل الاكز بتاعت الانتروبياس على الاظافر بتاعتهم تحت الاظافر بتاعتهم وبعد كده يقوموا يكلوا يقوموا يبلعوا او يحطوا صابعهم في اديهم فيقوموا يبلعوا الاكز ويعملوا لنفسهم اوتو انفكشن تاني طيب الاوتو انفكشن ده بيكون اكسترنال عن طريق ان هو عمل سكرتشنج والاكز بقت موجودة على صابع من بره وام بعد كده ام بلعها فكده ده اكسترنال لكن الريترو انفكشن ده بيكون انترنال ري انفكشن ان العدوى بتتكرر لكن من جوه الجسم مش من بره الجسم يعني ازاي اول حاجة الاكز بتكون موجودة في البرينال فولز اللي هي الثانيات بتاعت الاينس طيب ازاي ما قلنا اللارفة المفروض الاكز يحصل لها هاتشنج في السمول انتستن ويطلع منها اللارفة لكن ممكن وهي في البرينال اريا يحصل لها هاتشنج وتتحول للارفة طيب بعد اما تتحول للارفة ايه اللي يحصل بعد اما تتحول للارفة تقوم طلع جوه اللارج انتستن وتقوم دخل عند السيكم وتقوم تتحول للأدلت فورب وتعمل الفيرتلايزيشن وتقوم منزله الاكز في البرينال اريا تاني وبعد كده يحصل لها هاتشنج اللارفة تطلع تروح للسيكم تاني تتحول لأدلت وترجع تنزل الاكز فايبقى الانفكتف استيج لارفة بيحصل لها هاتشنج اميدياتلي على طول في البرينال سكين وبعد كده تعمل تهاجر عن طريق الانس وتروح للكولون تروح للكولون ويه بس كده ده كان شرح النيماتود اتمنى انكم تكونوا فهمتوا ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تكون على الدهر معوانا لذي امل يرجون ذاك ما المعوان كثير العون المعوان هو كثير